أهلا بكم إلى التفاصيل أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج سيد محمد سالم المرزوق اليوم بمكتبه في الوزارة مباحثة مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية سيدة سيفينيا شولتسي الرئيسة الدورية للجمعية العامة للتحالف الساحل التي تؤدي زيارة لبلادنا حاليا على رأس وفد مهم من بلادها تناول اللقاء بحث مختلف مجالات التعاون المذمر بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين كما تم تطرق للمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وخصوصا الوضع في منطقة الساحل حضر اللقاء عن الجانب الموريتاني السفيرة الأميرة العامة للوزارة السيدة العالية من تحيا منكوسة والسفيرة موريتانيا في بارلين سعادة سيد محمد محمود والابراهيم غريل والسفيرة المديرة العامة للتعاون الثنائي سيد محمد الحنشي الكتاب وعن الجانب الألماني سعادة سيد إيزابيل هنين سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى بلادنا ترجمة نانسي قنع